استاذي لا توخزني انا يمكن عن كتر اسلي عليك اليوم لا عادي عادي اتفضل اسأل امي القهوة جاهزة عنزنك شوي ايه اتفضل سهلا وسهلا شرف استاذي استاذي مشان هاد الشغل اللي قلت لي عنه هو معك ولا لا 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 شو معي ليش مين قالك انا بشتغل شي هوني كيف ما بتشتغل شي انا مصرياتي كلها حاططة بالبورصة ولعلمك البورصة المصالي بتفتل منها الحالة والارباحة بتجيني وانا قاعد هون لافف رجل على رجل يعني البورصة بتربح كتير هاي الشغلي الى ناسا يعني فيه ناس بتصير فوق الريح وفيه ناس بتصير بتحت سابع عرض يا ساتر يا رب على كل حال لا تاكل هم انا رح احكي مع صحابي اللي هوني وبإذن الله شغلتك محلولة ورح اعملك وظيفة هيكي لايقى فيك على الاربعة وعشرين ايراد الله يشبر بخاطرك يا استاذ جهاد ولو ولو تكرا معينك ماما شاو مصير معك ماتنا بكرا عندك مدرسة ماما عاشقت لنا لبابا ماما بكرا بخليك تحكي معو على الموبايل ماما ليش معك بتخليني اروح لبيت جدي مين قالك هالحكي ما حدا اي نعم اي نعم بس بدياك تعرف شغلة واحدة اللي عم بعملك كله كرمالك انت ماشي ماشي فهمات اي نعم اي نعم بكرا بتفهم بحالك يلا حبيبي يلا 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 اسباح الاخير امتي كله اي نعم اي نعم اي نعم انا ما اميحكي عن العيد مو هين علي يترك جامعته ويشتغل ع تاكسي بك يا حبيبتي هو ترك الجامعة قبل ما يفكر حتى شو بدي يشتغل يك يا امي واقل وانا بعرفوك يوم بيشتغل على مكروه يوم بيشتغل على تاكسي يوم بيبايا نصيب بس اخرته بدي يرجع على جامعته الحقني امي امي احكي مهو انت واخوك نبيل وانصحوا بساتو طايش ما عم يعرف مصلحتوه يا امي ما مينفع مهول حكيك والله لو بينفع كنا حكينا ما بتعرفي ابنك لك انتو ليش هيك صايرين كل واحد اللهم نفسي راح فاقي الله فايل فايل شوفي بعد يوم خلصني ما بيحطمو على شغلك عشان تساعة صارت الساعة تساعة عوام شانتوصني بطريقة شو ما عدل تكسيم بلد غيري؟ هلا بمفع ما عمل نفعه؟ ها ها ساعة كتير احضننا لا حبيبي بدك تاخد معلكي فاك بس ليرا فوق العداد ما بيعطيك كريم والله لكا اقول اخوة جازي دايم يا ابن عيم صحتين وهنا كاسة ثانية؟ لا لا يسلموا ابن عيم طمني هذول الجماعة اللي بيشوفوا البيت اين تادي يجوا؟ بكرا المساء وشنون شايفون جديين؟ ان شاء الله بيمشي الحال الله يرضى عليك يا ابن عيم ش تدلي همتك انا لازمني كاشو باسرع مايوبكين شاء الله خيب ما لا تحملنا مني بالتوصيل يا سيناك قهوة مش عارفين اخوات نعطى وش انتها؟ لا يلا خلصني وينك؟ لا تستأخر بالليل اما هم تبدايا شوالك تضل بالشغل لك؟ لا يلا سلامة حبي واسلك؟ ايه؟ بيك يا سيناك شوالك بعيد الله على الواسلك؟ لا كنت شو عم سابيه؟ ماذا شو دخلك؟ هيكون عيانوك مختار للحارة وانا ما عندي خبأ يلا مشي بطاق يلا طلعوا لا إذا المرحوم ابوك ما عارف يا ربيك انا مستعد ربيك من اول وجديد اوه عاد جيب سيلة ابي على لسانك محطي فعمول لا 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 حيوان منه انتهي لحتى تحكي معي بهي الطريقة يلصر ايدك سماك سرلك يا هاه يرا اللي بديك السمر اقصر لك 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 اخ يا زياد اخ ما بتصديق الضغط اللي عيش فيه انا هاي الحارة اللي ساكن فيها لازم غير انا نصحتك من الاول انك لقيلكش بيت علي الادرو الايميل هاي الحارة مو من مقامك بنوب لا تزعل مني استاجر بيت لك انت بتعرف البير وغطا شبك إلا أنه بعرف البير وغطا بدي أحكي معك شبك أنا نبيل أنت لأمتى بدك تضلك هيك لأمتى بدك تضلك أفا العالم اتلحلح بقى وخلصنا زياد صرت إيلك ألف مرة لا بقى تسمعني هاي النغمة تبعك لا يا سيدي بدي أحكي وبدك تسمعني نبيل أنت سطيان أفا العالم أنت تطلع بحالك شوية رجل صاير بالحضير ولك شبه فكر شوي أنه لازم يصير معك شوية مصاري لازم تشتري سيارة لازم يكون عندك شيء في البيت تتقوى فيه ولك شبه زياد زياد شبه شو فكرني ابنك قاعد عم تنصحه أنا ما بس بعلك تحكي معي بهذه الطريقة أنا آسف يا نبيل أنه فعلت شوي بس لأني بحبك وبدك مصلحتك أخي برجع بقلك مصلحتي وبعرفها وهي النغمة لا تسمعني إياها نبيل أنت بعمرك ما عرفت مين مصلحتك صدقني آلو ماشي الله مدير طالبني ايه روح روح اسمع لك شيء محاضرة من عند الصبح وقود أوامر روح وينك وإنتي عم تسمع المحاضرة من حضرة المدير تذكر أنه عنده أربع بيوت أنت ما بتحلم يكون عندك شيء في غرفة صغيرة فيه وتذكر كمان أنه شهادتك مثل شهادته روح 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 لا أولا الدكتور مو هم طلع يشوف مريض بالبيت شو الاسم؟ تكرمي بس يا شعب انتصالات باي باي مرحبت باي سهلا تمام حدا سأل عني سجلتلك الانتصالات نساوي يا اهو يحسب حسابك اي والله يا ريت مرحبا يا مار اهلين اهلين سهلين ستنادا شو خير شبك ما في شي شغلي بسيطة اكيد ما في شي متخنق مع حدا لا وحياتي يكون هل خلاص انسي ما عاد يسعلك جاي ااخدك مشان نروح نشوف المحل هلا ايه هلا في مشكلة لا لا ابدا ما في مشكلة جاهز يلا خلس لنروح سهي بس شوفينا نروح نساوي اهوي يسلموا ايديك صاحبين شو اخباره المريض اللي كنت عنده اليوم كنت للحصان وعلى اساس بوضعه كتير خطيب الهنن هيك قالوا بس هو بالحقيقة ما فيه شي يعني يعني انت شنوش بسيط بالمعدة كان بيقدر يجع لها ايو لاي ما اجب يعني طالما في دكتور مثلي ليش ليعزب حاله ليه عم تحكي عن حالك هيك لانه دكتور بياخد على المعاينة بالعيادة ميتين وبالبيت تلاتمية وخمسين يعني هذا دكتور الخيص ما حدا بيتردد منه يطمع يطلبه يعني انا بصراحة كنت خجلان احكي معك بهالموضوع مش عن قجرة المعاينة هيك كتير قليل بعرف بس هدا لعلاقة بالجغرافيا شو يعني يعني موقع العيادة هو اللي بيحدد اهمية الدكتور يعني واحد مثلي فادح بحارة عشوائية ما لازم بياخد اكتر ميتين ليرة لانه ببساطة تصنيفه السياحي نجنة واحدة بس انت دكتور وين ما فتحتك واو عجبك عجبلي كتير بيجبلي يعني بيثبط انترنت كافية بيثبط لكل شي متل شو يعني هلأ انت حصنا انتفكري بانترنت كافية ولا ممكن غيري رأيك والله ما بتفري شو رأيك انت عم فكر بكتير شغلات مثلا ما علي مش هريع هيك بده درت لشي طيب امشي نعود بشي محل ونحكي على الروا طيب تفضلي بذلك ايه ايمان انت قلتلي انه عندك افكار للشغل شو هي يعني بصراحة انا بعد ما شفت المكان ولاقيت انه هو حلو كتير وبموقع كتير مهم عم فكر بشي تاني يعني شي يجي منه مصاري اكتر متل شو شو رأيك بشركة تاجي السيارات عم فضلي فاي inconvenience 楚 صعو Allah بدي شي حيوي اكتر طيب قلينا نفكر مع بعض شو رأيك بالعقارات هاهاها العقارات ايه نحنا افشل عليه بالعقارات اذا بحكي للك شو صر معنا لا تفكي علينا هاهاهاها بس يعني ما بيمنع أسمع حضرتك بشوعة متفكري يا سيدي أنا عمفكر بشركة عقارات ضخمة جدة تختص ببيع الأراضي والفلال والقصور ومشتغل بطريقة علمية وحديثة مثلاً منعمل أفلام عن كل عقار وملف كامل ومنعمل موقع على الإنترنت وشوية بريستيج وصحف ومجلات ودعايات وشوف الشغل كيف رح يكفت علينا كافة ما شاء الله وهي دقينا لك على الخشب واضح أنه عندي خبرة كتير كبيرة بيها المجال أنا العقار ملعبي ولازم نفكر بهذه الطريقة مو بشركة تأجير سيارات أفحمتي هني معك حق يعني موافع على المشروخ؟ على المبيضة وبيه بالبيه وبصراحة أنا ما كنت متخيل أني خطيرة لهذه الدرجة هاي لسه ما شفت شيء على فكرة بتذكرني بطاليقية أول ما تزوجنا إيش حضرتك مطلقة؟ وعندي ولد بعمرك تقريبا الله يسلم لك يا كيف قهوتك؟ وسط سكر وسط لا هذا الوسط بدك تنسالي يا بالمرأة كيف يعني؟ يعني يا أما بتشرب القهوة حلوة وبتتلزز بحلاوتها يا أما بتشربها مرة وبتتلزز بطعمة البن الوسط بدك تنسالي يا نهائيا نهائيا عيمان ممكن أطلب منك طلب؟ طبعا تفضلي أنا أفضل اللي عم يصير بيناتنا يضل سر يعني ما في داعي حدا يعرف شو عم نعمل شو عم نشتغل طبعا ممكن بس يعني فيني أعرف ليش عندي أسباب خاصة ببقى بشرح لحكي إياها بعدين ماشي على رأسي وبالمناسبة المشوار معك كان منطيّر لعائل شكرا أوكي عم معك بتتصل فيك إن شاء الله طيب تفضلي لا معلش خليني روح باي معاشي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى ومشان شو؟ ولولك جوج عروس انتي بدنا ننزل والنقيمة ايه كما طايت لهب مالي حاسة كتير مهمة هي الشغلية بلا عكس تمام اذا قلك مهمة لمين مهمة لكا لقيل روحك انا ايه طيب معشي؟ الله معك كيف اهوتاك؟ وسط سكر وسط لا هذا الوسط بدك تنسى ليه بالمرة كيف يعني؟ يعني يا اما بتشرب القهوة حلوة وبتتلزز بحلاوتها يا اما بتشربها مرة وبتتلزز بطعمة البن الوسط بدك تنسى ليه نهائيا نهائيا مرحبا معدو تهلين حدو؟ شلونا؟ أشتعلك كيف اهوتاك؟ شو يا؟ ما انا كنلاعظ صلحك كترة اعاطعنا؟ لا كش هايفينو الظروف انتو نقلي ووفاث الوالد سيدي الله يا رحمه انت شرونك منيه؟ انا منيح شو تشرب؟ بدك يا ما بتفريد شرطان شو نحبون؟ شرطان شو نحبون؟ شرطو ما عندي حلو معنى؟ شرطان شو تشربة خد زبون و سكيني موسيقى 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 مين قالك ان انا بحب الذهب؟ والله ما بتحب الذهب؟ نور وحنا كنا على سوق التناكين انا بعرف صيغة ولا على كيفية الذهب جاؤود ايوه لولو الماس ايوه شو هي ايوه هاي هي لانه تعرفيش حبيب ليه انت مالي كفايتي على طمعة بني لا بد انا اعوذ بالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مالتو أو اشتركوا في القناة وقاموا they بلشنا بالسسلة شرف خالتي شرفي ها ايه صحة وانا اساس محترم لا احنا حاسبين حسابنا نروح معك بالسيارة انو سيارة لك ولو بق سيارة في انصاف والتكوسة الحلوة مافيني بياتت ومافي بالعادة تطلعها هلا لك اعتبروا اسعاف حالة ولادة طلب يا اخي انصاف ما بيهون عليها تطلع السيارة بالليه اي سيدي لا تخبرها هو ده المصاري حطونا بجيتك وهالكف ما بيدرب هالكف اشنو؟ بك يا حبيبي راح نعطيك انت خمسمائة ورقا مروح كل اياتنا مع بعن ومنبسط ومنفرفش ومنهيسوا على الاربعة عشرين ومنحمل حالنا ومنرجع وخلصنا شو لن؟ شو بدي اقول يعني لو صح حط لزازا ما كانت زازا عبايا عبا لا قبل اقول ماشينا بقى طيب شرفوا يلا يلا كيباح تشرف كاسب يلا 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 طب هالاغراض لالاخرش شعب تستخدم ونشينا يا حبيبي يا الله عزب لوه يا حبيبي عزب لوه موسيقى 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 طيب وسكرت المحل شو بك تشتغل بعده؟ ناوي يفتح مشروع جديد شو صار في مشروع من ورانه؟ لا والله كله بص انا بظه صارت هيك بالصدفة كيف يعني بالصدفة عيناء؟ من الاخر متعرف على واحدة ست مدام ناوي يفتح لي الشغل جديد وكتير كبير ولا حدا يسأني ولا سؤال لانه مراح حكوه لا كلمة اخي انا عندي سؤال واحد هلو هي المدامة؟ الله يسمعنا الاخبار الطيبة وانا اقول الحالي بنغاطط كل القطاط هاي تعريك عم تسلك امورك يا الله يطعمه ما طعمنا آمين الله لعب وبلع لك عاف ناوي حدم لعيشة hier تماما ناعthrough ما طعمه نها وغنالك نسكنا نحروم من جدا وغنالك نسكنا بس نخصلك هسية سنبه نحفه هسية هل يبصر هل يبصر هل يبصر هل يبصر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة